واش بالصح المغرب مهدد بخطر تسونامي عملاق غادي ضرب السواحل المغربية؟ وفي حالة ما كان الخبر صحيح؟ شحال غادي وصل ديال الطول ديال الامواج البحرية اللي غادي ضرب السواحل المغربية؟ وشنه هي الدراسات والتوقعات اللي دارت حول تسونامي المغرب؟ وكيفاش كان حجم الدمار والخسائر اللي خلفها اخر تسونامي ضرب المغرب سنة 1755؟ وكيفاش توقع ظاهرة تسونامي واشنه السبب الرئيسي اللي كيخلي هالظاهرة توقع؟ معنومات ومعطايات قدروا تسمعوها لأول مرة على تسونامي المغرب مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع في السنوات الاخيرة خرجوا بزاف ديال الاخبار والدراسات وحتى الفيديوهات اللي كيتكلموا على ان المغرب مهدد بخطر تسونامي كبير وكبير جداً غادي ضمر السواحل المغربية وكيلي كيقول ان الامواج ديال تسونامي من غادي ضرب المغرب الامواج الطول ديالها غادي يفوت كتار من مئتين متر وكيقولوا ايضاً ان البحر غادي يدخل في السواحل المغربية كتار من عشرين كيلومتر في هاد الحلقة هادي غادي نقدم لكم معلومات ومعطيات موطوقة سواء من مصادر مغربية ومصادر اجنبية وباش نعافو واش بالصح المغرب مهدد بخطر تسونامي ولا لا وش حال كتقدر الخسائر في حالة الى قدر الله وضرب تسونامي السواحل المغربية اول حاجة خسنا نعافوها ان ظاهرة تسونامي هي ظاهرة جيولوجية 100% وماشي ظاهرة مناخية يعني تسونامي عنده علاقة وطيدة بالطبقات الارضية والصفائح التكتونية وما عنده تعلاقة بالمناخ واحوال الطقس وهنا غادي تسوني تقول لي يا شنا هما الصفائح التكتونية غادي نقول لك ارجع لهات الحلقة هادي تفرج فيها اللي هي تحت عنوان الارض غادي تصبح يا بي سوحدة وكيفاش تكونوا القارات والمحيطات مني غادي ترجع لهات الحلقة هادي غا تعرفنا علاش كنهضروا بالطبط وغادي تفهمنا مزيان وقبل ما نهضروا ليكم على الدراسات الاجنبية اللي دارت حول قضية تسونامي المغرب واش المغرب مهدد بتسونامي ولا لا مشو نشوفو الخبراء المغربة اشنو كيقولو فهات القضية هاي حسب رئيس شعبة الجغرافية والجيولوجيا بجامعة محمد الخامس بريباط اللي هو محمد طيلسان كيقول ان ظاهرة تسونامي هي ظاهرة جيولوجية كتوقع من كيوقع تباعد او تقارب الصفائح الارضية وكيزيد يقول محمد طيلسان ان المغرب كيتواجد على جوز صفائح ارضية قارية اللي هما الصفيحة الافريقية من جنوب المغرب واللي هي صفيحة قديمة جيولوجيا وتابيتة وما كتتحركش نهائيا وبالتالي ما كيش شي خطر ديال تسونامي او زلزال كي هدد المغرب في المناطق الجنوبية يعني الناس ديال الجنوب والاقاليم الجنوبية ديال المغرب غير رتاحوا ونعسوا على جنب الراحة بحال الزنزال ولا تسونامي عمكم ما غادي وقع ولا عمكم ما غادي نتشوفوه ان شاء الله حسب الدراسات العلمية اللي الدرت واللي اكدت ان صفيحة الافريقية هي تابيتة واللي كتتواجد عليها الاقاليم الجنوبية المملكة المغربية اما الجزء الشمالي الغربي من المغرب فهو كيمتد على ثلاثة ديال الصفائح ارضية اللي هما الصفيحة الافريقية والاوروبية وصحيفة الالبوران في منطقة غرب البحر الابيض المتوسط وهذا الجزء الشمالي الغربي من المغرب ولي فيه المشكيل هو لقدر الله تقدر توقع فيه ظاهرة توناني وهنا غدي تطرح واحد سؤال مهم علاش الجزء الجنوبي من المغرب ما غدي وقع فيه والو والجزء الشمالي الغربي يقدر تضربه توناني الجزء الجنوبي قلنا انه فوق واحد صفيحة افريقية اللي هي تابيتة وما كتتحركش منذ قرون يعني ما كينت صفائح الارضية دي لها الجزء هذا ما كيتململش يعني ما كيديرش واحد لهزات ارضية والصفائح ديالو تابيتة يعني الصفائح التكتونية ديالو ما كتتحركش وما كتنزلقش فوق من بعضياتها اما الجزء الشمالي الغربي المغربي فهو جاء من فوق ثلاثة ديال الصفائح اللي كيتحركوا بشكل مستمر خصوصا صفيحة الاوروبية والافريقية الشمالية اللي غدين كيقربوا من بعضياتهم من بعض سنويا بشكل سريع حسب العلماء يعني القارات بجوج القارة الاوروبية والقارة الافريقية غادين كيقربوا لبعضياتهم البعض بشكل سريع وكيقول الخبراء المغربة انها تجوج صفائح للصفيحة الشمالية الافريقية مع الصفيحة الاوروبية غادين كيقربوا مع بعضياتهم بشكل سريع مما غاد يقدر يسبب زلزال في المستقبل او غاد يتسبب في تصونامي كبير غاد يضرب الشمال الغربي للمغرب وجنوب اسبانيا وكيقولوا انه بسباب تحرك الصفائح الافريقية والاوروبية افتجاه بعضياتهم كيخلق مرة مرة زلزال لك شعلاش كيكون زلزال مرة مرة في اقاليم الحسيمة والناظور وفي شمال المملكة ودابا منعرفنا الخبراء المغربة اشنو كيقولوا في هذه القادية هذي مشو نشوفو الدراسات الاجنبية للدارت خصيصا للصونامي المغرب منبحتنا لقينا انه واحد دراسة علمية الدارت داروها باحثين من المجلس الاعلى للبحوث العلمية الاسبانية واللي دارو دراسة خاصة على التهديدات ديالتصونامي في المنطقة واللي خرجوا بنتائج صراحة اللي هي صادمة جدا وكتخلع ديال بالصح كيقولوا في الدراسة ان سواحل المغرب الشمالية وسواحل اسبانيا الجنوبية مهددة بخطر تصونامي اللي قدر يضرب المنطقة في اي لحظة وهناك تصبح واحد سؤال مهم شنو الدليل ديالهم وشنو السبب اللي خلاهم يكونوا متأكدين مية في المية انه من الممكن ان يضرب تصونامي منطقة شمال مغرب وجنوب اسبانيا كيقولوا انهم مش كانوا كيديروا الدراسات ديالهم لقاوا ان الصفائح التكتونية والصفائح الارضية كيوقع فيها بشكل يومي انزلاقات بشكل مستمر جدا اللي كتدير واحد زلازل خفيفة اللي ما كنحسوش بيها واللي كتوقع بشكل يومي تقريبا وحسب نتائج الدراسة ديالهم كيقولوا ان في حالة موقع تصونامي فالسيناريو اللي غادي قدر يوقع هو ان الساحل الجنوبي الاسباني والساحل الشمالي المغربي غادي توصلوا امواج بارتفاع كتر من ساميترو وغادي صغرق هاد الامواج غدا تصغرق ما بين 21 و35 دقيقة بش وصل السواحل المغربية الاسبانية والخاطر في الدراسة انهم كيقولوا ان هاد موجة تصونامي اللي غدا تضرب غدا تكون سريعة بزيف واللي ما غداش خلي الاجهزة ترصد انها ترصدها بشكل مبكر باش تقدر تعلم الناس وتخبرهم ان رد تصونامي غدا تضرب يعني الموجة ديالتصونامي غدا تكون سريعة اللي ما غدخليش فرصة لاجهزة للرصد اللي كينا حاليا انها ترصدها قبل ما يتوقع الكاريتة وحسب توقعات ديالهم دائما حسب الدراسة اللي دارو كيقولوا ان هاد الامواج العالي اللي غدا تجاوز السمتر غدا تهدد بشكل كبير سكان ديال السواحل ديال الشمال المغرب وسكان سواحل جنوب اسبانيا بشكل كبير ولقد در الله غدا يكون خسائر في الارواح وكنصحوا هاد الباحثين الاسبانيين انه خاص المغرب واسبانيا يديروا اجراءات السباقية وتخطيط مسبق ومحكم باش لو قع تصونامي في اي لحظة يكون تأثير دياله اقل وما تكونش خسائر مادية كبيرة وما تكونش خسائر في الارواح كتير وقضيفوا انهم حسب الدراسة اللي داروا لقاوا انه ممكن توقع تصدعات عمودية تقدر توصل الى 5.4 متر وهات التصدعات راها كتقدر تولد زلزال بقوة 7 درجات في قاع البحر وده بدوزل واحد النقطة مهمة جدا واش بالصح تاريخيا ان المغرب تعرض لكارثة تصونامي من البحثنا لقينا انه تصونامي انضرب المغرب سنة 1755 وهات الشي حسب ما اكده المؤرخ محمد بن عبسلام بن حمد بن محمد رباطي اللي كانوا ملقبينه بالضعيف كيقول المؤرخ الضعيف انه السبب اللي خلى تصونامي انضرب المغرب هو الزلزال اللي يضرب مدينة لشبونة البرتغالية وعدد من المدن الاوروبية سنة 1755 واللي وصل الى اعتر دياله احتل المغرب وبسبب هات الزلزال هذا اللي يضرب لشبونة وعدد من المدن الاوروبية وصجاة احتل المغرب وجاب معاه موجة تصونامي كبيرة اللي وصلت وضربت شمال الغربي المغربي ووصلت احت المدينة سلا واللي قتلت عدد كبير من المغربة وشجلت خسائر مادية كبيرة في الشريط الساحلي الشمالي الغربي للمملكة المغربية وحسب مؤرخ الضعيف يقول ان الزلزال وصلحت المدينة فاس ومكناس وغير مكناس بوحدها ماتوا عشر الاف واحد بسبب الزلزال وهناك تطرح واحد سؤال مهم جدا شحال هادي مكانوش اجهزة ديال المراقبة وديال الرصد ديال الزلازل وديال تصونامي مكانش عند الدول ومكانش كتوفروا على الاجهزة والامكانيات اليوم واش المغرب عنده امكانيات باش يقدر ارصد الزلازل وموجات تصونامي من بحثنا لقينا ان المغرب دير نظام انضار مبكر لموجات تصونامي واللي ديره بتنسيق مع النظام العالمي للانضار بامواج تصونامي اللي هما مجموعة من الدول اللي عندها خبرة في هذا المجال واللي كيخلي المغرب انه كيتوصل في الوقت المناسب بمعطيات ومعلومات حول الزلازل اللي كيوقعوا في البحر ديال المنطقة وفي اطار البحث ديالنا لقينا ان المعهد الجيوفيزياء المغربي مشاوسع الشبكة الوطنية لرصد الزلازل ودار محطات جديدة وبجهيزات ومعدات رقمية من الجيل الجديد وهاتشي كامل داروا بتنسيق مع مراكز دولية واقليمية لرصد الزلازل في المحيطات اللي هي السبب الرئيسي ديال موجات تصونامي زائد ان المغرب دار جوج محطات للرصد واللي هما مهمة جدا المحطة اللولة دارها بمدينة اقادير واللي هي كتراقب المحيط الاطلسي والمحطة الثانية دارها بالسعيدية واللي كتراقب البحر الابيض المتوسط وزادوا المغربة مشودروا واحد الاتفاقية مع معهد جوان سانتر اللي هو تابع المفوضية الاوروبية باش المغرب تولي عنده رخصة كتتعلق بتحليل معطيات ديال الزلازل اللي متبوعة بمد بحري شمال اطلسي وبالمنطقات المتوسطية باش المغرب يكون عنده سبق وتوصل بالاندار الزلزالي وتصونامي في الوقت المناسب ومن هذا الشيء كامل كنت من نوم الله عز وجل انه يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل مكرور وانتوما شنوباليكم في هذا الشيء كامل اللي قلناه خليونا اراءكم في التعليقات بهذا كننصر معاكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع إذا عجبكم هذا المحتوى هذا شجعونا بواحد ابوني و لايك و كومنتر ومتنسوش تختاش 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 باش هذا المحتوى هذا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائدة والجديد دائماً ستلقوا على القناة ديالنا على موقع يوتيوب هذه تحيات سوفيان ساميع السلام عليكم اشتركوا في القناة